وأخيرا اتكشف المسطور أخيرا إدارة النادي الأهلي عبرت عن الخطأ اللي حصل في الشعار وفي التيشرت الصمت الرهيب اللي بقاله خمس أيام البطء الرهيب في التبرير وفي إظهار الشفافية إن أنا عن نفسي واحد متضايق جدا ومتغاس جدا لأن كل مرة أخش أعلق على أي فيديو بيتكلم عن موضوع ده الأهلوية اللي أنا واحد منهم بيهاجموني ويقولوا أنتو مش أهلوية أنتو بتهدموا النادي لا إحنا بنحب الأهلي بس بنحب الأهلي أكتر من أي حاجة بنحب الأهلي أكتر من الأشخاص لذلك إحنا مندعم الإدارة لما تكون على حق لما الإدارة تخطئ هندعمها لكن هنشوع الغلط لكن محدش أهلاوي ييجي يستعلي على واحد تاني ويبقى عنده سكوك الأهلوية ويوزحها على أنت أهلاوي لأ أنت مش أهلاوي عشان مجرد أنه بيختلف لأ إحنا مش بنعبد يعني أصنام عشان حاجة تبقى مقدسة خطأ هنقول خطأ الأهلي أهم عندنا أن أي حاجة في خطأ حصل من إدارة النادي الأهلي الراجل نهاردة طالع بيبرر وبيدي الحق للناس أنها تغضب لكن من ضمن مبرراته مبرراته صراحة مبررات وهي يعني إيه أصليحنا لازم نبعت التصميم من تسعة شهر مع الشعار طب وحد قال لك ما تبعتوش يقول لك أصلي امتداد الموسم الكراوي أدى أن إحنا بنعملش كده ليه يعني هو الموسم ده لو كان خلص في شهر ستة ما خلص في شهر ثماني خلص في شهر ستة زي كل العالم ما خلص في ستة يعني شهرين بس هم الشهرين دول بس اللي كانوا يديك فرصة تعمل تصميم جديد واللوجو ما يتغرش فيه أبدا هو بقول لك التبرير بتاعه أصليحنا كنا ملتزمين مع شركة معينة لحد يوم تلاتين تمانية ومدينها شعار أن النادي الأهل النادي القرن فشركة الكورة اضطرت تعمل شعار جديد عشان تقدر تطبعه على المفس الجديد وتعاقد مع شركة جديدة لا إله إلا الله يعني إيه المشكلة برضو فين المشكلة مش شايف مشكلة إنت حضرتك في شهر واحد ها إنت عارف أن العقد دي خلص تلاتين تمانية في شهر واحد تعالى شوفها تعاقد معينة شركة جديدة للموسم اللي جاي وكل العالم بيعمل كده هو أنت تستنى لما يجي يوم تلاتين تمانية وتفكر تتعاقد وبعدين مش ده اللي حصل أنت قريدي أصلا في شهر واحد أو شهر اثنين كلمت قديدس طب ما هو ما تكلمها من شهر اثنين وتبعت حد يشوف التصميمات من شهر اثنين وتعيد عليك التصميمات في شهر اثنين واللوجو ما تغيروش ولا حاجة ويوم ما اللوجو هينزل وهيبقى فيه تي شيرت النادي الأهلي هيبقى بعد تلاتين تمانية يعني هو الأهلي اللي ما يلبس قديدس كان يلبس قديدس قبل تلاتين تمانية ولا بعد تلاتين تمانية هيلبسها بعد تلاتين تمانية إذن ما المانع ان هي بعد تلاتين تمانية تي شيرت النادي الأهلي هيكون عليه النادي القارن ايه المشكلة ما هو خلاص تلاتين تمانية عدة هو أنت لازم تستنى لم يجي تلاتين تمانية وترجع تصنع طب ما أنت أريد أصلا صنعت قبل ثلاثين ثمانية وعملت التصميمات قبل ثلاثين ثمانية فبالتالي كنت تطبع عليها نادي القرن يعني مش عارفين المشكلة برضو حد الوقت ثم التصميم اعلقت التصميم بالشركة وبالشعار انت واخد تصميم قديم يقول لك أصد السنة الجاية هستنى سنة عبر المعدل لا إله إلا الله